بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الـ MBA السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل اليوم في المنحضرة الثالثة فنتكلم عن الجودة وكلامنا عن الجودة هنتكلم عن عدة نقاط هنتكلم في الأول عن مفاهيم أساسية نتناول فيها مفهوم الجودة والفرق بين غيره من المفاهيم الأخرى ونتكلم الفرق بين ما يسمى بالجودة الشاملة والمفاهيم التقليدية للجودة ثم نتناول تكاليف الجودة لما نجي نتكلم في المفاهيم الأساسية نتكلم في الأول عن مفهوم الجودة الجودة ما هو مفهوم الجودة؟ الجودة هي مجموعة من الخصائص التي تكون قادرة على إشباه حاجات المستهلك المعلنة أو الضمنية طبعا المستهلك زي ما قلنا أكثر من مرة بتبقاله رغبات يريد إشباعها الرغبات التي يريد إشباعها بتسمى حاجات فالحاجات هي رغبات غير مشبعة ولما يجي الإنسان يشبع هذه الحاجات بتبقاله متطلبات معينة أو بتبقاله مواصفات أو خصائص معينة يعني مثلا لما يقول مثلا أنه عايز عربية يقول مثلا عايز عربية صغيرة ومش عربية كبيرة عايز عربية متستهلكش بنزين عايز عربية الصالون بتاعها واسع وهكذا فالصالون واسع غير مهلكة للبنزين صغيرة الحجم دي بيسموها خصائص هذه الخصائص هي اللي طلبها المستهلك وهو اللي حددها المستهلك فإذا حققنا هذه الأشياء أو هذه الخصائص حققنا للمستهلك هذه الخصائص التي يبغيها أو يطلبها يبقى في هذه الحالة حققنا له الجودة التي يريدها هذه الخصائص اللي هي بتكون موجودة فيما يطلبها المستهلك بنسميها المواصفات بنسميها المواصفات داع اللي هو مفهوم الجودة وعشان نقلس الجودة والجودة دي ممكن على فكرة تكون موجودة في السلعة أو في الخدمة وإحنا عارفين الفرق بالاتنين والذي يمنح الشيء صفة إنه جيد أو غير جيد هو المستهلك فإذا المستهلك أحس بأن هذه السلعة أو هذه الخدمة تحقق له توقعاته أو تحقق له متطلباته فهي جيدة من وجهة نظره إذا ما حققت له ما يبغيه فهي غير جيدة إذا إلصاق أو وصف الشيء بأنه جيد أو غير جيد يتوقف على مدى إدراك المستهلك لذلك فإذا لم يدرك المستهلك ذلك حتى لو تحقق فيها أشياء أخرى أو أشياء أكثر فما لم يحقق له ما يطلبه فهي غير جيدة من وجهة نظره وفي مفهوم الجودة إحنا بنفرق بين عدة مفاهيم للجودة فيه أولا مفهوم الجودة لدى المنتج وفيه مفهوم الجودة لدى المستهلك وحتى مفهوم الجودة لدى المنتج بننظر إليه من ثلاث زوايا الزاوية الأولى فيه حاجة اسمها جودة التصميم جودة التصميم ولما نقول جودة التصميم إحنا قلنا الجودة هي مجموعة خصائص Erst mehr بسبب مجموعة خصائص يعني مجموعة مواصفات فجودة التصميم الخصائص أو المواصفات اللي بنittoها في المنتج اللي بنـبع نصممه لما يعني نشكله لما يعني نظراه التصور العام عندما يعني نرى التصور العام فالحاجات اللي بنice ellos بن준ها جودة التصميم جودة التصميم هي الخصائص أو المواصفات التي تبنى في المنتج والمطلوب توفرها فيه وجودة التصميم نعرف أن نصمم الأول وبعدين نشغل وبعدين يطلع المنتج فجودة التصميم نعمله تصور التصور ده والذي نترجمه على ورق أو نترجمه على شكل أو نترجمه على شكل متطلبات نسميها جودة التصميم وعشان نحقق جودة التصميم عالية فجائز الرجل الذي يصمم المنتج يقول وهو بيعمل التصميم يقول عايزة دي المادة الخامل فلانية الدرجة الفلانية والدرجة الفلانية ممكن تبقى درجة عالية وهو اللي هينف ولازم تتعمل عشان تطلع مزبوطة لازم تتعمل على المكانة الفلانية وليعملها العمل الفلاني الماهر فإذا إحنا بنحط الأول التصميم أو بنحط التصور وإحنا بنحط التصور بنحدد إيه الخامل المفروض تتكون منها أو على أي مكانة هتبقى مزبوطة بالمئاس اللي احنا عايزينها وإيه عامل ينفذها عشان يحققها لنا بما نطلبه ده اللي بنسميه جودة التصميم وبعد كده بعد ما بنصمم بنبتد نرف نتغلها على الآلة عشان ننتجها فيطلع عندي مفهوم تاني اللي هو جودة الإنتاج المواصفات اللي احنا أو الخصاص اللي احنا حددناها في مرحلة التصميم في مرحلة التصور نحققها في مرحلة الإنتاج فإذا وإحنا بننتجها إذا 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 أنتجناها بالمواصفات اللي حطها بتاعي التصميم يعني مطابقة مواصفات المنتج بعد ما صنعناه مع مواصفات التصميم اللي حطناها في الأول فهي جيدة إذا لم توافق مواصفات التصميم فهي غير جيدة وعشان مواصفات المنتج بعد صنع تتوافق مع جودة التصميم اللي عملناه في الأول فلابد أن تكون أو يتطلب ذلك عمليات ذات قدرات إنتاجية عالية خلاص أنتجناه بعد كده زي ما قلت بيأخذ المستهلك علشان يستخدمه في إشباح حاجاته فبيروح يستخدمه العربية يركبها المكانة يستخدمها الملابس يستعملها وهكذا فبتطلع عندنا جودة الأداء جودة الأداء أنه المستهلك زي ما احنا قلنا كان بيتوقع أشياء معينة فإذا كان المنتج ده اللي أنتجناه بعد ما صممناه طبعا المنتج ده اللي أنتجناه فيه الخصائص أو الأشياء التي يتوقعها المستهلك فيه الخصائص التي يتوقعها المستهلك أو اللي كان بيطلبها المستهلك فهي ذات جودة أداء عالية فجودة الأداء هي قدرة السلعة السلعة بعد إنتاجها على القيام بالوظيفة المتوقعة منها تحت ظروف التشغيل العادية ولمدة معينة لأنها مش هتفضل طول العمر طبعا ونضيف كمان لجودة الأداء سهولة الصيانة وجودة الأداء تتوقف على جودة التصميم لأنه زي ما احنا قلناه في التصميم أنه فيه خصائص أو مواصفات بيحددها المستهلك فالرغم المستهلك لو لقاها بعد ما أنتجت فهي جيدة ما لا أهاش تبقى غير جيدة ده مفهوم الجودة لدى المنتج مفهوم الجودة عند المستهلك المنتج هو المصنع المستهلك هو اللي بيستخدم ما صنع أو ما أنتج الجودة عند المستهلك قيمة ونحن كنا شرحنا معنا قيمة قيمة يعني مقوم بمال وإنسان مستعد يدفع الأموال اللي معاه في مقابل شيء آخر إذا كانت بتشبه حاجة زي ما احنا قلنا فإذا كانت بتشبه حاجة بيقولك آه نافعة وعشان كده بنقول القيمة مرتبطة بالمنفعة لا مالهاش قيمة مالهاش منفعة عنده فبالتالي مش هتكون جيدة فعشان كده الجودة هي قيمة والجودة هي مدى تحقيق المنتج للغرض المقصود منه بالسعر بالسعر الذي يرغب في دفعه وهو طبعا زي ما احنا قلنا علشان يدفع فيها فلوس لازم يكون لها عنده استعمال ومناسبة لهذا للاستعمال ده ما هم الجودة عند المستهلك الجودة مش زاوية واحدة أو بننظر لها من حاجة واحدة الجودة بننظر لها من عدة أبعاد وكلمة أبعاد اللي هي الجوانب المختلفة أبعاد جمع بعد أبعاد اللي هي الجوانب المختلفة اللي بننظر إليها للشيء وجوانب مختلفة هو فيه أكتر من بعد يعني إحنا عارفين في المسطحات أو في المساحات في طول وعرض وفي الحجوم في طول وعرض وارتفاع لكن لو جينا يعني كلمة أبعاد يعني واضح أن ما لها أكتر من جانب لها أكتر من بعد عارف زي ما يكون كده عندي شكل له عدة أضلاع زي مثمن أو مسدس أو أكتر من جانب أو أكتر من وجه فبنسميه إيه؟ شكل متعدد الأوبة متعدد الأبعاد فكذلك الجودة إحنا ممكن الجودة دي فيها عدة حاجات فيها إيه؟ فيها الأداء اللي إحنا حكينا عنه من شوية اللي هي بص لها آه دايما دايما يحقق للي أنا عايزه ولا لا يبقى هنا بتكلم عن الأداء وفيها الخصائص أو المميزة للمنتج آه هو الحاجة دي عجباها وعجباها ومتأثر بها قوي وشدة انتباه يبقى هنا نتكلم عن الخصائص المميزة نتكلم عن أنه هو لما بيجي يستخدمها بيستخدمها مرة واحدة بعد كده تتكسر أو بيستخدمها مرة واحدة بعد كده تتعطل فهو بيحدد الجودة هو عايز الحاجة اللي اشتراها دي تقوم بالوظيفة باستمرار دون أعطال ده بنسميها الاعتمادية يعني يعتمد عليها ولا لا فالاعتمادية هي قدرة المنتج على القيام بالوظيفة دون أعطال فيه بعد رابع انه مش بس بيفكر في السلعة وتشبع له احتياجاته ولا منظرها ولا انها تشتغل باستمرار دون أعطال وانما كمان لو نفترض انها عطلت بيبدور بقى هل لها مركز الصيانة هل نقدر نصلحها بسهولة ولا هتتعطل خلاص مش هنعرف نصلحها ونضطر نجيب واحدة غيرها فسهولة الصيانة والإصلاح يعني إمكانية الصلاح وصيانة السلعة بسهولة وسرعة ودقة عالية وتكلفة معقولة لان ممكن نصلحها ولكن تطلع بتكلفة عالية واندلاج حتى بنجد البعض في الأجهزة الأجهزة اللي هي فيها ثلاثة في واحد زي الطابعة اللي فيها طابعة وسكانر وتصوير لما بتعطل يقول لك لا اما هو انت لو صلحت هات واحدة جديدة لانك لو صلحتها تكلفة الإصلاح هتبقى أعلى من تكلفة الجديدة فهين إزا هنا بنبص رسولة الصيانة والإصلاح فإذا من أبعاد الجودة الأداء الخصاص أو الصفات المتميزة فيها الاعتمادية يعني تؤدي عملها باستمرار دون أعطال وإذا كان أعطال في سهولة صيانة وإصلاح من الخصاص اللي بندور عليها برضو المتانة تتحمل ولا ما تتحمل شيء طول الفترة أو الحجم من الاستعمال الذي تعمله السلعة قبل أن تحتاج لإصلاح أو استبدال يقول لك دي جمدة دي بتستحمل دي بتستحمل أيضا بيدور المستركة على المظهر وكلمة مظهر فجموعة الخصاص أو المواصفات في السلعة التي يدركها بحواس وكلمة الحواس نحن عارفين الحواس اللي هي الشم والذوق واللمس والنظر والسمع فيقول لك دي رحيتها حلوة يبقى نتكلم عن سلعة تشم ده شكلها حلو يبقى تكلم كده على النظر ده ملمسها حلو في بعض الأحساب طبعا ده يختلف من سلعة إلى أخرى برضو من ضمن الأشياء اللي بندور عليها اللي احنا قلناها برضو من شوية درجة المطابقة مطابقة للمواصفات اللي حددناها من قبل وزي ما احنا قلنا ما فيش جودة إلا إذا أدركها العميل والعميل ده يدركها إمتى يحس أنه جيد إمتى يحس أنه جيد في عدة مجالات يعني يتوقف إدراك العميل للجودة على ما يلاقيه العميل من خدمة قبل أن يشتريها أو عند شرائها أو بعد شرائها خدمة قبل وعند وبعد البيع طب إحنا خدمة ما بعد البيع عرفنا لما تعطل نصلح إنما إيه خدمة ما قبل كنا أشارنا مرة من المرات إنه زي مثلا أنا عايز أركب تكييف في إحدى الغرف عندي في البيت وطبعا هنا يختلف الأمر عن دول الخريج مثلا في دول الخريج البيت كله بيبقى مكيف لأن درجة الحرارة عالية لكن مثلا هنا في القاهرة الجومة بيبقاش حارة غير فترات معينة في السنة عشان كده ما بنحتاجش إن إحنا نكيف المبنى كله إنما نكيف الحجرات اللي إحنا بنقعد فيها في الظروف اللي هي بتبقى صعبة دي فلما يجي أركب تكييف أروح ليقول لي بتاع التكييف تعال أعايز تكييف كذا لا يقول لي لأ لازم أروح أعين المكان عشان أحدد لك قوة جهاز التكييف اللي هو يناسب الحجرة يبقى هنا خدمني قبل البيع لأن أنا ممكن أطلب جهاز تكييف بقدرة أعلى وبالتالي حتكون تكلفته أعلى فهي دي خدمة ما قبل البيع ما يقدمه لي يجي عاين ويشوف وعند البيع إن هو لما باجي أشريبي شرح لي أزاي يستعملها يوصلها يلفت نظر إلى جوانب متعددة وبعد البيع طبعا إحنا دي معروفة من العاد الأخرى للجودة اللي هي سرعة الاستجابة وهنا سرعة الاستجابة إنه لما أنا بطلب سلعة أو خدمة هل السلعة أو الخدمة بتستغرق وقتا طويلا في تقديمها ولا بمجرد مطلوبها بتحقق ودي عامل مهم في كثير أو لكثير من الناس برضو من الأبعاد الأخرى للجودة المجاملة والمقصود بالمجاملة إنه العميل يشعر بتقديره ويشعر بالاهتمام يشعر بالاهتمام وهنا من يتكلم بقى عند قبل ما هو يشتري أو عند الشراء يعني هل البائع بيهتم بيه ويرحب بيه ويستمع إليه ويعرف احتياجاته ولا العميل غير مهتم بهذه الجوانب فإذا كان مهتم يبقى إذن في هذه الحالة عنصر المجاملة وحتى يشكرهم والله الشركة الفلانية دي شركة كويسة لأنها بتحقق كذا وكذا وكذا برضو من الأبعاد الجودة الأمن والحين يقصد بالأمن إنه عند استعمال السلعة ما تعرضوش لمخاطر وآخر بعد من الأبعاد اللي هو الجدارة kompetence وكمبتنس اللي هي المهارات والمعارف المطلوبة في الفرد kompetence المهارات والمعارف المطلوبة في الفرد فهنا الجدارة كبعد من أبعاد الجودة هل السلعة أو الخدمة علشان نستخدمها عايزة ممن يستخدمها مهارات ومعارف معينة عشان يستخدمها فذاللي هو نقصده بالجدارة ده كان عن أبعاد الجودة مفهوم الجودة الحياة مر بعدة مفاهيم المفاهيم اللي مر بيها مفهوم الجودة مر مفهوم الجودة بعدة مراحل من المفاهيم اللي مر بيها مفهوم الجودة الأول كان فحص وبعدين بقى مراقبة جودة وبعدين بقى ضمان أو توكيد الجودة وبعدين بقى ما يسمى بالجودة الشملة فحص انسبكشن مراقبة الجودة كواليتي كنترول ضمان أو توكيد الجودة كواليتي أشورانس إدارة الجودة الشملة Total Quality Management أو الجودة الشملة دي المراحل الأربعة اللي مر بيها مفهوم الجودة والثلاثة الأولين إنها الفحص ومراقبة الجودة وبمان أو توكيد الجودة ده اللي بنسميه المفهوم التقليدي للجودة إنما المفهوم الحديث للجودة اللي هو إدارة الجودة الشملة أو جودة الشملة زي ما قلت إيه بقى حكاية الفحص وإحنا قلنا دلوقتي بنعمل تصميم للمنتج وعد ما عملنا تصميم المنتج بنشغله بنصنعه وبعدين بنوضيه للمستالك أو يشتري المستالك عشان يستخدمه ده اللي إحنا قلنا عليه فإحنا صممناه وانتجناه نيجي بعد ما ننتجه وده كانت البدايات في الأول الخالص بعد ما انتجناه هو إحنا دايما عايزين نحافظ على عملائنا ونخلي العمير راضي عشان نجذب عملاء أكتر فلازم نحقق له الأشياء اللي هو عايزها زي ما احنا قلنا فلما نيجي ننتج منتج معين هل فيه المواصفات اللي هو عايزها المستالك فإذا كان فيه المواصفات زي ما احنا قول يبقى مطالق ما فيهوش المواصفات يبقى غير مطالق يبقى معيب من وجهة نظر المستالك عشان كده الفحص بيعمل الفحص يستنى 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 لما ينتج المنتج ويجي يشوف يفحصه يفحص يدور عن الخصاص اللي هي نحطينها لو كانت أبعاد أو مقويس أو مكونات أو طريقة صنع الآخر هل الحاجات دي اللي عايزها المستالك موجودة ولا لا إذا كانت موجودة خلاص تنقل للمستالك وتتباع غير موجودة الحاجة اللي ما تحققش فيها أو فيها عيوب نستبعدها نستبعدها ومنبعتهاش للسوق نخردها أو نعيد استخدامها فهو ده الفحص فالفحص بيعمل على كشف الوحدات المعيبة بعد انتجها ويمنع وصولها إلى العملاء يعني لازم نسلم للعميل المطابق للمواصفات أو عشان كده على الفحص يتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات بعد الانتاج طيب ما هو زي ما حنشوف بعد شوية انت لما تيجي تفحص بعد ما انتج طب ما خلاص المعيب طلعه معيب خلاص وحتحملنا الخسائر وتكلفنا وده طبعا التكاليف هتحشارك فيها المستهلك لأنه حيتحمل هذه تكلفة المعيب وصحيح هو ما نشوفوش لكن احنا بنرعيه في الاعتبار واحنا بننتج فعايزين فده بيرفع من من سعر بيع السلعة فعشان نتجنب ذلك ان احنا نحاول نقلل المعيب انتقلنا إلى مفهوم آخر اللي هو مفهوم مراقبة الجودة مراقبة الجودة منستناش لما ننتج منستناش لما ننتج وبعد ما ننتج نشوف ما عيب ولا غير ما عيب لا ده وإحنا بننتج وإحنا بننتج طبعا عشان ننتج عايزين مواد خام وعايزين نزبط المكان وعايزين مش عارفة قال المواد الخام نتأكد انها قبل ما نستخدمها انها جيدة المعدات نتأكد انها مزبوطة المعدات نتأكد ان احنا استخدمنا الآلة المحددة تماما فإذا لو احنا تأكدنا ان الجودة ان المواد الخام مطابقة والمعدات والآلات والمعدات والآلات معدة وهي المحددة للإنتاج فده هيقلل المعيب وبالتالي هنقلل المعيب إذن مراقبة الجودة بتعمل على مانع الخطأ قبل وقوع بالتركيز على المدخلات المدخلات اللي هي الخامات والعمال نجيب العمل اللي يفهم المكنة المنسبة الخام الجيدة والعمليات التعاون وهنا بيستخدم أساليب أحصائية بيحدد حدود عليا وحدود دنيا اعتمادا على المحرافات المعيارية في مراقبة الجودة وده بنسميها أساليب إحصائية لاحظ هنا إنه بيركز هنا على المدخلات على المدخلات وعمليات التحول فبرضه ممكن تعد مننا مواد غير مطابقة ممكن العامل ما يكونش ماهر أو فاهم ممكن المكنة يكون فيها عيب فعشان كده انتقلنا إلى المفهوم التالي اللي هو توكيد أو ضمان الجودة توكيد أو ضمان الجودة هو امتداد لمنع الخطأ قبل وخوع عشان كده إنه نتدخل كمان قبل المادة الخام نتدخل كمان قبل عملية التحول نتدخل وإحنا بنصمم المنتج يعني الرجل اللي بيعمل الديزاين يأكد وحط كده في التعليمات إنه تستخدم مدخان بمواصفات كذا وكذا وكذا ويستخدم عامل بموارد كذا وكذا ويستخدم آلة بمواصفات كذا وكذا فيعمل توكيد الجودة على منع الخطأ قبل وقوعه بس هناك في المناقبة الجودة من مرحلة المدخلات وعمليات التحول هنا لا سبقنا كمان المراحل دي بمرحلة التصميم بالاهتمام بمرحلة التصميم تصميم المنتج وتصميم العملية تصميم المنتج وتصميم العملية فإذا هنا بنخطط للجودة بنحسن التصميم بنطور العملية يعني بدلا من العمليات والله آه العملية بتبقى مملة والعامل ممكن يزهق طب آه نطور العملية نخليها آلية ونخليها مكنة أوتوماتيكية عشان تبقى مزبوط على المقاييس يبقى عشان منعنا تأثير العنصر البشري وتحسين الرقابة على العمليات ومشاركة العاملين إذن الجودة في المقاييم التقليدية فحص بعد ما ينتج المنتج المعيب نستبعده طب ماهو ده بزي ما احنا قلنا مكلف فانتقلنا مرحلة أخرى نحاول نقلل هذا المعيب نقلل هذا المعيب إزاي نحاول نجيب المدخلات إنها مدخلات من خمات وعمال وآلات مناسبة وارد إنه ده برضو إنه إحنا جيبناها مناسبة لكن في الأول خالص اللي عمل التصميم ما ركزناش على الحاجات دي فانتقلنا إلى توكيد أو ضمان الجودة وبنهتم بالمنتج في مرحلة التصميم ده اللي هو ده اللي هو المفاهيم التلاتة التقليدية جودة ولما نيجي نشوف إحنا قلنا إنه فيه عندنا جودة جودة تصميم جودة مطابقة أو إنتاج جودة أداء وقلنا عندنا توكيد جودة عندنا مراقبة جودة عندنا فحص وقادي بقى زي ما إحنا نقول المجاهات المختلفة ففي حالة الفحص في حالة الفحص إحنا هنا بنعمل إيه مركزين على مطابقة المنتج للمواصفات المنتج بعد ما أنتج المنتج بعد ما أنتج وهنا في مرحلة المطابقة هنا دي مرحلة الإنتاج هناك كنا مسأمينها الإنتاج وكادمين حتى هناك المطابقة فهي هنا في مرحلة الإنتاج بشوف المعيب واستبعده عشان ما خلهاش تروح للمستهلك فإذا هنا بيركز بعد الإنتاج بعد الإنتاج لكن مراقبة الجودة بتحاول زي ما قلنا شوية إن هي إيه تركز على المدخلات وتحاول برضو تشرح للمستهلك بعض الجوانب في الأداء فشوف امتدت شوية لمرحلة التصميم ومتدت شوية لمرحلة الأداء وهنا عايزين نمنع لانحرافات إنما توكيد الجودة المراقبة للجودة بتحاول أن تمنع لكن الجودة بتمنع تماما أو تمنع بنسبة كبيرة ده ينقلنا إلى المفهوم التالت اللي هو مفهوم إدارة الجودة الشاملة لا الجودة الشاملة يعني حتى في حال في ظل توكيد الجودة برضو هيحصل معيب لا إدارة الجودة الشاملة بتمنع المعيب تماما بتمنع المعيب تماما zero defect المعيب صفر المعيب صفر ومفهوم إدارة الجودة الشاملة فهنا عايزة تعمل إيه؟ عايزة تحسن الجودة تحسن الجودة من خلال القيام بالعمل بشكل صحيح من أول مرة نعملها صحيح من أول مرة ما إحنا هناك في حالة الفحص لما تطلع معيبة ممكن ناخدها ونصلاحها ونزبطها أو نرجع نايد بيعها في مرحلة مراقبة الجودة قللنا لكن برضو حيبقى فيه معيب فهنا نحاول إيه؟ المعيب نعيده ونصحها لكن مفهوم الجودة الشاملة وفي كل الحالات دي اللي هي فحص أو مراقبة جودة أو 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 توكيد جودة حنتحمل تكليف حنتحمل تكليف نتيجة إيه؟ حنتحمل تكليف نتيجة المعيب أو نتيجة الأخطاء فإن لو المحاولة ما نفعيش نعيد مرة أخرى لا المرة دي إحنا في مقدارة الجودة الشاملة لا عايزين نعملها الصحة من أول مرة ودي ما تبقاش مسئولية الإنتاج ولا مسئولية التصميم ولا مسئولية الأداء إنما ده مسئولية كل واحد في الشركة مسئولية كل واحد في الشركة الراجل بتعليقات العامة ما علموش علاقة بالإنتاج لكن لا يدي صورة كويسة للشركة الراجل بتاع الحسابات يحاول يعملها صحة من أول مرة لما نيجي نعمل تكليف معيارية يبقى التكليف معيارية تكون مزبوطة فجميع الإدارات وكل العاملين مسئولين عن الجودة الشاملة من أول مرة وهدافنا هنا تحقيق الرضا الكامل للعميل للعميل وهنا العميل مش بس العميل النهائي أو المستهلك النهائي إنما العميل قد يكون المستهلك النهائي اللي هو بياخد من السلعة وأيضا اللي بينتجها بنسميها عميل لأن حتى بيقولك رضا المستهلك النهائي يتوقف على رضا العميل الداخلي يعني إذا كان العامل اللي بينتج ما هواشي حاسس إنه هو مش واخد حقوقه أو لا يكافأ بالأجر المناسب فده حيأثر على نسبة المعيب عشان كده لا أعايزينه يكون هو راضي عشان يقدر يدي أفضل ما لديه ونحقق الرضا الكامل للجميع للعميل الخارجي وللعميل الداخلي ده اللي هو مفهوم إدارة الجودة الشاملة طيب يبقى إذن الجودة الشاملة مسؤولية جميع العاملين بالمنظمة مش مسؤولية شخص واحد وعشان كده كل واحد يعمل دوره صح يبقى لو كل واحد يعمل دوره صح وعمل واحد متوقف على التاني يبقى أنا لما خلص عملته صح لو حاسس أنه فيها حاجة خطأ ما بعتهاش للي بعدي ولذلك الجودة الشاملة تعني أن العامل لا يقوم بتمرير أي شيء أو أي واحدة معيبة للعملية التالية لو منعنا مرور أي واحدة معيبة للمرحلة التالية ده بنسميه الجودة عند المصدر لأنك أنت مناعت مصدر المعيد أنت ما بتبعتش للي بعدك حاجة معيبة ليه لأنك أنت لو بعدت حاجة معيبة زي ما نشوف ده حيحملنا مزيد من التكاليف فإذا عندما يقوم كل موظف وكل عامل بأداء ما عليه ولا يقوم بتمرير أي شيء أو أي واحدة معيبة اللي ما يليه يبقى إذا في هذه الحالة نحن بنحقق الجودة من المصدر من المنبع واليابانيين بيستخدموا هذا المفهوم في الصناعة طب إيه الفرق بين الجودة عند المصدر اللي هي جودة شاملة والنظم التقليدية للجودة اللي هي الفحص ومراقبة الجودة وتوكيد الجودة الفرق يتمثل في الآتي في النظم التقليدية الفحص ومراقبة الجودة وتوكيد الجودة في النظم التقليدية في أقسام متخصصة تفحص جودة الأقسام الإنتاجية فيه اقسام عندهم فيه دارات فيه دار اسمه دارة الجودة فيه دار اسمه دارة مراقبة الجودة فيه قسم اسمه قسم الفحص يبقى المسؤول عن الجودة الاقسام دية لكن في الجودة عند المنضة عند المنضة دهم لا ده كل واحد مسؤول عن الجودة كل واحد مسؤول انه طلع السلعة يدي السلعة للي بعديه كاملة الجودة مش مسؤولية حد انت تراقب على نفسك انت تفحص منتجك انت تقول لما تلاقي خطأ تصلحه انت اللي تكتشف الخطأ مش نخلي المراقبة الجودة اللي تكتشف الخطأ ولا ضمان الجودة هي اللي تعمل على اكتشاف الخطأ الفرق التاني انه في النظم التقليدية احنا بنكافئ الافراد على اساس كمية الانتاج كل ما ينتج اكتر ياخد حوافز ومكافئات اكتر فهنا فهنا بيبقى تركيزه على ايه انه يزود كمية الانتاج واهتمامه بالجودة ببضعية لكن في حالة الجودة عند المصدر لا ان المكافئة على اساس الجودة كلما انتجتش مطابقا للمواصفات تاخد المكافئات وتاخد الحوافز الجودة في النظم التقليدية في النظم التقليدية عايزين نحسن الانتاجية واحنا كنا شرحنا قبل كده ان الانتاجية هي المخرجات على المدخلات يعني عايزين نحسن استخدام الخامات نحسن استخدام العمالة نحسن استخدام الآلات فده حيطلع لي اكبر قدر من الناتج او المخرجات فلما نيجي اكبر قدر من الناتج مع اقل قدر من المدخلات فتزيد الانتاجية لكن الجودة عند المصدر هي ما بتقسش الكفاءة المصنع بالانتاجية بتقسها بالجودة بتقسها بالجودة طلع قد ايه مطابق للمواصفات فرق آخر انه في الجودة عند المصدر اي عيب يحدث او اي عيب موجود ده عرض عرض زي ما نقوله عرض المرض عرض لحاجة خطأ مدام فيه عيب يبقى فيه حاجة خطأ ولذلك اي فرض مشارك في الانتاج من حقه ان يوقف العمل ويبحث عن سبب الخطأ ويقدم لنا الاقتراحات لضمان عدم تكرار خلي بالك من حق العامل او الموظف انه له السلطة يوقف العملية ويبحث عن سبب الخطأ ويقدم الاقتراحات لضمان عدم تكراره لكن في الجودة عند المصدر لا لا يلجأ ليقاف الانتاج الا كملاز اخير ما هو ما مش اي حد يوقف خط الانتاج عشان ندور نوعه ندور عن المشكلة لا يلجأ ليقاف الانتاج الا كملاز اخير وفي الوقت الذي تكون فيه المشكلة اصبحت اكثر خطورة هنتكلم احنا هنتنقل للنقطة الثالثة اللي هي اللي هي تكاليف الجودة بس قبل ما نروح لتكاليف الجودة احنا قلنا فيه فحص فيه فيه مراقبة جودة فيه ضمان او توقيت جودة الفكرة في ضمان او توقيت الجودة ان كل الوحدة المنتج ودي قررتها اقول المرة الثالثة تفضل عندي جوش في الشغل على خط الانتاج فترة اطول يبقى معناها هتتحمل تكلف اكتر كل ما تفضل فترة اطول يبقى معناها هتتحمل تكلف اكتر ازاي السليمة هتعدى على طول المعيبة لا هناخدها ونعيد زبط المكنة ونعود نصلحها من جديد نصلحها من جديد ونعيد زبط المكنة طب منتقلت العامل يعني انقللت انتاجه منتقلت لها مواد اخرى عشان تصلحها فانت رفعت التكاليف يبقى كل ما تطول عندي الوحدة في المنتج على خط الانتاج او في جوه الورشة كل ما كانت اكتر تكلفة فاذا حدث خطأ في وحدة ما واستمرت في العملية التشغيلية ده الكلام اللي انا قلته فان كل الاعمال التالية هللي هتمر عليها هتبقى ضياع لانها في الاخر هتترفض هتترفض وبالتالي فان ارخص طريقة لضمان الجودة ان احنا نكتشف الاخطاء فور حدوثها وعشان كده الجودة توكيد الجودة بتقولك بدل نتقعد تفحص حاول تكتشف الاخطاء من الاول لضمان عدم تكرارها وده حينقلنا لتكاليف الجودة تكاليف تكاليف الجودة ونقسمها الى اربعة انواع من التكاليف فيه تكاليف اللي هي تكاليف الوقاية فيه تكاليف اللي هي تكاليف التقويم الوقاية المنع تكاليف التقويم يعني نشوف المقدار المطابقة او عدم المطابقة فيه حاجة تكاليف اسمها تكاليف الفشل الداخلي فيه تكاليف اسمها تكاليف الفشل الخارجي وتكاليف الفشل الداخلي زي ما هنشوف بتتقسم لمجموعتين فيما يسمى خسائر الانتاج فشل الداخلي خسائر الانتاج خسائر الانتاج تتمثل في المواد الضائعة في الانتاج المعيب وفيه تكاليف غير الظاهرة أو هايدن كوست فتكاليف الفشل الداخلي فيه خسائر الانتاج وفيه تكاليف الإصلاح وفيه تكاليف الإصلاح دي اللي هي تكاليف الفشل الداخلي والداخلي يعني التكاليف التي تتحمل الوحدة داخل المنظمة لو حدث أنها كانت معيبة كانت معيبة عشان كده بنقول داخلي يعني داخل الورشة تكاليف الفشل الخارجي لا ده احنا انتجنا السلعة وطلعناها ونقلناها للسوق ممكن يكون فيها عيب اه لو راحت فيها عيب وراحت للمستهلك فحنتحمل تكاليف اسمها تكاليف الفشل الخارجي هي هي هنشوف هذه الحاجات اللي هي خسائر خفض حصة المنشأة في السوق وحنشوف ليه في ايضا تكاليف الضمان في ايضا تكاليف تكاليف التقاضي يبقى تكاليف دي الاربع جوانب المختلفة للتكاليف. تعال نشوف تكاليف الوقاية تكاليف الوقاية الوقاية من حدوث معيب الوقاية من حدوث اخطاء النقية الحارف لماقول الليك ايه هذا الوقاية هو خير من العلاج ما São نقى الوصول00 المعيب الط وننقتل وصول المعيب aw digest او نمنع حدوث المعيب نمنع الوقاية منع حدوث المعيب طب نمنعه ازاي فحنتحمل تكاليف هه زي ما نصممها من реال اول خالص gewesen نجيب لها المادة الخام من الأول خالص التي تتمشن على تطلبات المستهلك نكلف العامل اللي يههم أنه هو اللي ينفذها نجيب لها المكنة ذات الدقة العالية عشان تنفذها ده متكاليف تصميم العمليات وتكاليف تصميم المنتج وبعدين هندرب الموظف عشان يعرف إيده تاخد على أنه يعملها بسلاسة ويخلي باله من الأخطاء اللي بتحصل وبعدين كمان المورد اللي حيبعات المادة الخام ندربه كمان على أنه يزبط المواد الخامل اللي حيبعتها لنا فدول كلهم بنعملهم لي بنصمم صحه للمعملية أو للمنتج وندرب الموظف عشان يعرف أو العامل عشان يعرف يعملها صحة وندرب المورد علشان يبعات لنا الحاجة المطلقة للمواصفات فإذا حققت دول فأنا بحاول أمنع حدوث معيب وكل ما عملت ما تكلفت هذه التكاليف لأننا بصرف كل ما عملت الحاجات دي فالتكاليف هتزيد وأنا أعمل الحاجات دي ليه عشان أزود مستوى الجودة وأحسن الاعتمادية الاعتمادية يعني تؤدي وظيفتها دون أخطاء أو دون أعطاء فكل ما زود مستوى الجودة عشان تطلع حاجة مضبوطة هتصرف على دول عشان كده هنا العلاقة الطردية تزيد 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 تكاليف الوقاية مع زيادة مستوى الجودة وتحسين الاعتمادية دي اللي هي تكاليف الوقاية فيه التكاليف التانية اللي هي تكاليف التقويم طلعت المنتج طلع منتج بعد ما انتجناه طلع منتج وخلاص بقى أصبح منتج تام فلما يجي يطلع المنتج زي ما احنا قلنا هناخده نفحصه فهنا تكاليف تقويم مستوى الجودة للناتج من عملية التشغيل بعد صنعه ودي بتشمل ايه بقى بنراجع الجودة يعني ايه بنراجع الجودة بنفحصه نشوف ماذا تحقق المواصفات والكلام ده وبعدين بنعمل ايه تكاليف المراقبة لإحصائية للجودة بنشيك على المادة الخام بنشيك على المكنة فده عشان نمنع بنشيك على المادة الخام عشان نمنع تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى فدي التكاليد بنسميها تكاليف التقويم وهنا كل ما زاد يعني كل ما انت طلعتلي من منتج جيد فانت مش محتاج فحص فانت مش محتاج عملية رقابة احصائية شديدة على الجودة فعشان كده كل ما زودت الجودة قلت تكاليف التقويم كل ما زودت الجودة قلت تكاليف التقويم فهنا دي العلاقة علاقة عكسية ليه قلة التكاليف التقويم او لعدم الحاجة اللي كسير موجود الفحص والبحث عن أسباب المشكلات دي اللي هي تكاليف التقويم العنصر ان النوع الثالث من التكاليف الجودة تكاليف الفشل الداخلي تكاليف الفشل فشل يعني طلع معيب داخلي احنا اكتشفناه داخل وقية داخل المصنع ودي زي ما قلنا بتشمل مجموعتين من التكاليف تشمل خسائر الانتاج وبتشمل تكاليف الاصلاح وقلنا خسائر الانتاج بتشمل حاجتين خسائر الإنتاج بتشمل المواد الضائعة في الإنتاج وبتشمل المواد الضائعة في الإنتاج وبتشمل حاجة اسمها هايدن كوست أو التكاليف غير الظاهرة خسائر الإنتاج هي الخسائر المترتبة عشان انت طلعتلي معيب طلعتلي معيب احنا اكتشفناه هو المصنع داخل المصنع لاينا فيه وحدة معيفة هناخدها منقردها أو نجنبها نجنبها يعني نستبعدها ودي بتشمل زي ما قلت وحد المنتج دي طلع معيب طلعت معيب يعني مش هنقدر نبيعها مش هنقدر نستخدمها مش هنقدر نستخدمها طب والمواد اللي دفعت فيها خلص دي رحت عليه فالمواد اللي استخدمت فيها المواد الضائعة في الانتاج المعيب طبعا في هذه الحالة خسار أو تكاليف وفيه الحاجة التانية زي ما احنا قلنا اللي هي التكاليف غير الظاهر ايه المواد الضائعة في الانتاج في الانتاج زي ما احنا قلنا تعال نشوف كده المواد الضائعة في الانتاج بيقول اذا كان المنتج بيمر على عدة عمليات انتاجية بيمر على عدة مراحل المرحلة الاولانية انتاجت طلعت لمعيب المعيب ده هناخده فاذا كان المنتج يمر على عدة عمليات انتاجية وإذا كان ينتج بعد أذاء هذه العمليات وحدات معيبة يعني عملية 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 كل عملية بتطلع لوعدات معيبة كل عملية بتطلع لوعدات معيبة وهو مش هيبقى المنتج منتج إلا بعد ما يعد على المراعب كلها يبقى المواد اللي ده هو احنا عايزين مثلا 100 واحدة سليمة الميت واحدة سليمة اللي حيطلعوا لي في المرحلة الأخيرة دول هم اللي عايزين في المرحلة الأخيرة زي ما شرحنا قبل كده في الطاقة ولكن هم عشان يبقوا سلام للمية دول ما كانوش مية دول كانوا أكتر في الأول خالص يعني دخلنا مواد خام أكتر ليه دخلنا مواد خام أكتر لأنه يطلع معيبة في السكة في حاجة حتموت في السكة فاللي هيموت في السكة ده هو ده اللي هو ايه المعيب في يعني إن ذلك يعني أن كمية المواد الداخلة في بداية أول عملية ستكون أكبر من كمية المواد الداخلة في الإنتاج السليم الناتج من آخر عملية زي كده هذه العملية رقم واحد العملية رقم اثنين العملية رقم ثلاثة العملية رقم اربعة وبيمر المنتج وفي الآخر بنيجي نشوف بعد ما بنخلص إنتاج يبقى هنا أنا دخلت مواد خام مواد خام دخلت مثلاً 150 آن دي أنتا جتلي 150 انتا جتلي نفترض مثلاً آه مية واربعين واحدة سليمة وعشرة معيب المية واربعين واحدة اللي دخلوا هنا راحت لديه طلعت لي 135 واحدة سليمة وخمسة معيب 135 واحدة اللي راحت لدي طلعت لي 120 واحدة سليمة وخمستاشر معيب دي 120 طلعت لي 100 سليمة والعشرين طلعوا معيب فعشان كده يعني بعد كل مرحلة من المراحل هيبقى فيه معيب فإذا ما كانش فيه معيب خلاص هتروح للمخزن أو للسوق إذا كان معيب إذا كان معيب نعمل مخلفات أو معيب ناخدها نصلحها أو نبيعها كمؤفرز تاني أو نعدمها تايا كان فهنا تحملنا تكاليف وحتى عشان نوضح الحكاية دي إزاي نحسب إحنا عسبناها في موضوع تخطيط الطاقة كمية الخامات اللازمة لإنتاج كمية سليمة نفكركم أن احنا بنقول كمية الخامات اللازمة لإنتاج كمية سليمة هنجيبها بالمعادلة دي هنا بفتراض أنها بتمر على عدة مراحل يعني خدناها هناك على مرحلة واحدة وحتى خدناها هناك برضو على عدة مراحل فبيقول ميم اللي هي كمية المواد الخام السليمة الكمية المواد الخام المطلوبة عشان ننتج كمية سليمة كمية المواد الخام المطلوبة عشان ننتج كمية سليمة هتساوي الكمية السليمة اللي احنا عايزينها مقسومة على واحد ناقص فاكرين زمان لما احنا قلنا قلنا كمية الانتاج الإجمالي نجيبها ازاي قلنا السليم على واحد ناقص نسبة المعيب السليم السليم على واحد ناقص نسبة المعيب ده على افتراض ان هناك كانت تنتج على مرحلة واحدة لكن لو تنتج على أكثر من مرحلة يبقى السليم على واحد نقص نسبة المعيب بتاع المرحلة الأولانية مضربة في واحد نقص نسبة المعيب في المرحلة الثانية مضربة في واحد نقص نسبة المعيب في المرحلة الثالثة فميم دي اللي هي كمية الخامات اللازمة الإجمالية في بداية العملية سين اللي هي الكمية السليمة المطلوبة واللي هي نسبة عدد الوحدات المعيبة الناتجة من العملية وعشان نوضح هذا الكلام هناخد مثال بيقول لك والله احنا عندنا منتج بمرعى لأربع عمليات وداني نسبة المعيب في كل عملية بالشكل ده العملية الأولينية هتطلع لي نسبة المعيب واحد من مية يعني كل من مية حيطلع منهم واحد معيب في العملية الثانية كل مية حيطلع أربعة معيب في العملية الثالثة كل مية حيطلع اثنين معيب في العملية الرابعة كل مية حيطلع ست وحدات معي بقى. قال لك والله احنا عايزين ننتج ميت وحدة سليمة. نجيب كم وحدة مادة خام. ايه بس الوحدة عايزة اديها عشان اقول لك. قال كل وحدة منتج عايزة وحدة واحدة من مادة الخام. بافتراض ان كل وحدة منتج عايزة وحدة واحدة من مادة الخام. فما تقوليش انا عايز ميت وحدة سليمة بقى هجيب ميت وحدة من مادة الخام. هنجيب اكتر. ليه هنجيب اكتر? لان كل وحدة كل عملية زي قلت حيموت في السكة. حيهدر في السكة. حيطلع معيه في السكة. ها? فبالتالي مش هنجيب 100 هنجيب اكتر. نحسبها ازاي? بنحسبها بالطريقة دي. بنقول هميم بتساوي السليم اللي هو 100 على العلاقات بتاعتنا اللي هي الكلام ده. هميم في واحد سين هميم هتساوي سين اللي هي المية السليمة الكمية السليمة على. واحد ناقص واحد من مية. واحد ناقص واحد من مية. في لان المعيف في الاولانية كان واحد من مية. واحد ناقص اربعة من مية لان المعيف في التانية كانت اربعة في المية. في واحد ناقص اتنين في المية لان المعيف في التالتة كان اتنين في المية. في واحد ناقص ستة في المية لان المعيف في الرابعة كان ستة المية. هيطلع الكلام ده لما ننهيجي نشوفه مية على طبعا Billy واحد ناقص واحد من متسعة وتسعين من مية واحد ناقص اربعة من مية ستة وتسعين من مية واحد ناقص اتنين مية تمانية وتسعين من ١ اول ناقص ستة من مية عبعة وتسعين من مية. يبقى ده هيساوي مية على حاصل ضرب اللي تالي الارباعة اللي تحت دول هيطلع هذا الرقم يعني الكمية الكمية. الإجمالية اللي احنا عايزينها 114 وحدة لاحظ احنا عايزين 100 وحدة سليمة المية وحدة السليمة دول طلع منهم عشان جبنا خمات اكتر جبنا 114 وحدة جبنا 114 وحدة عشان ناخد المية السليمة وال14 وحدة هتطلع معيب 100 سليمة و14 وحدة معيب ولما نقول 14 وحدة معيب يعني 14 في المية من السليم لان 14 لابنتيك تنسبهم للسليم اللي هو 100 يطلع 14 في المية يطلع 14 في المية فده اللي هو الخسائر هي بتنتج خسائر الخسائر المواد الضائعة في الانتاج المية 14 وحدة مادة خام أو لو كان بالكيلو 14 كيلو ولا كان بالأثمام 14 طن زيادة دي خسائر المواد الخام اضف لذلك فيه تكاليف اسمها تكاليف بير الظاهرة يعني يعني مش مرئية أو ما بنحسبهاش ما نقدرش نحسبها ما نقدرش نقدرها زي بيقولك انت تتمثل هذه التكاليف ما هو المعيب ده ما هو المعيب ده حياخد وقت من العامل ولو حننتج من الأول سليم ويطلع كله سليم حننتج 100 وحدة لكن لا ده احنا قلنا 114 ف114 يعني إذا خد من ساعات العمل 14% أو زادت ساعات العمل زادت الخامات 14% وبالتالي زادت ساعات العمل 14% وبالتالي زادت ساعات العمل الآلي 14% طب ما هي ده تكاليف ما هو طب والتكاليف ازاي ما هو ما هو العامل ما هو العامل اللي بيقدر ينتج 10 وحدات في الساعة ولا بيقدر ما هو انتج واحدة في الساعة ده احنا خلناها ينتج 114 فبالتالي حياخد وقت أطول وبالتالي انتجه حيقل وبالتالي حلحمل التكاليف المترتبة على زيادة ساعات العمل الآلي وبعدين لما يزيد الوقت ان هي الآلة لها عمر لها عدد ساعات عمل ولا هتتعب هتتعطل هتتعطل هنعمل صيانة زيادة ساعات عمل الآلات يعرضها لزيادة العطال وزيادة تكاليف الصيانة ايضا هنجيب مواد خام اكتر ونجيب مواد خام اكتر يعني بدل من نطلع 100 لا دحنا او بدل من منشغل 100 شغلنا 114 فالوقت زادة 14% والساعات العمل الآلي زادة 14% وبالتالي فانت هتتأخر في تسليم العملاء غير لما تكون هتنتج المية على طول وقت أقل ولما تتأخر فيه عملاء بيفضلوا لحاجة تبقى جهزة وبالتالي وبالتالي سوف يؤدي إلى زيادة وقت الانتاج وبالتالي زيادة الوقت المستغرب في تلبية طلبات العملاء دي اللي هي الخسائر الناتجة الخسائر غير الظاهرة الخسائر غير الظاهرة الناتجة التي تنتسب لخسائر الانتاج لأنه قلنا خسائر الانتاج حاجتين فيه خسائر المواد الضائعة في الانتاج وفيه مجموعة التكاليف غير الظاهرة اللي هي بتشمل زيادة الساعات العامل البشري والآلي وبتشمل زيادة العطال وتكاليف الصيانة وبتمل التأخير في التسليم للعملاء في ايضا احنا قلنا انه انه تكليف الفشل الداخلي حكتين ما ننساش اصي تكليف الفشل الداخلي دي حكتين ايه هما الحكتين دول بتوع تكليف الفشل الداخلي في زي ما احنا قلنا خسائر الانتاج اللي منها المواد الضائعة والتكليف غير الضائرة ومنها تكليف الاصلاح ومنها تكليف الاصلاح. ايه بقى تكليف الاصلاح? احنا في النظم التقليدية بنعمل نقاط فحص يعني علشان نمنع او نقلل المعيب نيجي بعد نقاط معينة كده نفحص نشوف. فتحدن اماكن معينة على خط الانتاج يتم بعدها الفحص. ولما يكتشف جزء معيب ولا الدفعة طلعت معيبة كلها زي مثلا الادوية بنروح مرجعينها للعملية السابقة عشان نصلحها ونعيد تصحيحها. نصلحها نصلحها. اذا بعد عن مقاط معينة بنيجي نفحص ونشوف. لو لقينا معيب بنرجعه عشان نصلحه. زي كده. وبالتالي هنا اهو شوف عندنا اهو. ادي ادي العملية الاولى العملية الثانية لعملية الثالثة. جوم بعد العملية الثالثة في العملية بعد العملية الثالثة بيفحص. اه في معيب? اه في معيب. مفيش معيب مفيش عريب يروح للربع يكمل. في معيب في معيب يرجعه للثالثة عشان يتسلح طيب لو أنا عايزه أحسب عدد الوحدات المعادة للإصلاح أو عدد الوحدات المعيبة عدد الوحدات المعيبة إحنا هنصلحها هناك حمل تكاليف عدد الوحدات المعيبة عدد الوحدات المعادة للإصلاح زي ما إحنا قلنا هي الكمية الإجمالية ناقص السليم اللي حيطلع وإحنا السليم بنبقى عارفينه لأنه إنه مخصوصا لمومدي ». نقدر في الأول خالص فبالتالي زي ما احنا قلنا اكتر من مرة اجمال كمية الانتاج بتساوي الانتاج السليم على واحد ناقص نسبة المعيب تعال نشوف مثال منتج يمر على اربع عمليات انتاجية لانتاج الكمية السليمة المطلوبة ميت وحدة يوميا ويفحص المنتج بعد العملية الثالثة وفي حالة وجود معيب يعادل العملية الثالثة لاصلاحه اظهرت الخبرة السابقة ان احنا نكرر العمل اكتر من مرة نسبة المعيب عشرة في المية ما هي عدد الوحدات التي يعاد اصلاحها يوميا لان هو عايز ميت وحدة في اليوم فاحنا عدد الوحدات التي يعاد اصلاحها يعني عدد المعيب فاحنا المعاد للاصلاح هنطبق الفكرة بتاعتنا اهو اهو اجمال كمية الانتاج هتساوي الانتاج السليم على واحد ناقص نسبة المعيب اجمالي هو عايز الوعاد اصلاحها فكمية الانتاج الاجمالية كان مية على واحد اللي هي بتاعتنا في القانون نقص نسبة المعيب هو كان مدهالي 10% كان مدهالي 10% وبالتالي في هذه الحالة واحد نقص 10% عن 90% او واحد نقص واحد من 10 عن 9% هيطلع 111 المية 11 فيه منهم سليم 100 يبقى فيه كم منهم معيب الفر اللي هو 111 نقص 100 ده اللي هو ده اللي هو المعاد للإصلاح وبالتالي زي ما احنا قلنا الـ 11 دول زودوا الوقت 11% وقت العامل ووقت الآلة وزي ما احنا قلنا لما حنرجع من بعد التالت حنتطر تستنى هنا شوية لغاية لما تفضل مكانة فانتظر مخزون بين المراحل وفي نفس الوقت المكانة لما نبتدي نصلحها هنبتدي نعيد تزبيطها من جديد عشان نزبطها عشان تلافي هذا الخطأ وزي ما احنا قلنا ده حيأخر التسليم الكمية وبالتالي ده حيأثر على سمعة المشألية تكاليف غير الظاهرة عشان كده احنا طبعا قلنا هذا الكلام الجودة عند المصدر زي ما احنا قلنا الجودة عند المصدر فبنحاول بنقولك قلناها قبل كده لكن بنقرر مرة أخرى اذا كان انتاج المنتج يمر على عدة عمليات تقوم بكل منها آلة وترتب الآلات على شكل خط انتاجي وزي ما قلنا وكان الفحص يتم بعد الانتهاء من منتج النهاي فان طاقة الآلات طاقة الآلات احنا بقولنا شرحناها في تخطط الطاقة طاقة الآلات اللازمة تكون أكبر من كمية الانتاج السليمة يعني لو احنا عايزين ننتج مية وحدة فبنجيبش باكة وقدراته ينتج مية وحدة ده يمكن اخر مرحلة اللي نجيب مكان قدرتها اشرحناها هذا الكلام قدرتها تنتج مية وحدة انما احنا هنجيب مكان قدرته اعلى من مية وحدة عشان عشان زي ما احنا قلنا اللي حيدخل في الاول كميات اكتر فنجيب مكان بقدرات اعلى فان طاقة الآلات اللازمة تكون اكبر من كمية الانتاج السليمة ليه لوجود وحدات معيبة سوف تمر اثناء العملية الانتاجية ده في حالة النظم التقليدية لكن في حالة الجودة عند المصدر لا احنا احنا العامل هيفحصها ومش همررها للي بعدية المعيبة مش هيمررها هيود السليم وبالتالي فان المسلم للعملية التالية هو السليم فقط وبالتالي سوف يكون اقل مما تشغيله فاكرين المثال اللي احنا حلناها ده من شوية اللي كنا عايزين ننتج ميت وحدة ويفترضن كل واحدة عايزة وحدة مادة خامة جيبنا مية وحدة مادة خامة فدخلت في المرحلة الاولى وعدوا على المرحلة التانية وعدوا على المرحلة التالتة يبقى دي قدرتها مية وعضاشر دي قدرتها مية وعضاشر دي قدرتها مية وعضاشر ليه علشان عدى السليم مع المعيب لان ما بنفحص غير في التالتة لكن هنا في حالة الجودة عند الموظر لا ده بتاع المرحلة الاولانية هي يفحص لو لها معيب يروح ايه ما يبعتوش يبقى هيبعت للي بعديه السليم بس وبالتالي زي ما احنا قلنا لو طلع مثلا خمس وحدات معيبة من المية وعضاشر يبقى السليم مية وستة فهيبعت للي بعديها مية وستة لكن في الحالة اللي شفنا من شوية كان بيبعت المية وعضاشر كلهم بعد ما خلصهم المرحلة الاولية وبالتالي فإن طاقة الآلات لن تكون متساوية وتقل مع تقدم او مع الدخول لعليا تالي زي المثال ده اهو منتج يمر على الاربع عمليات وهذه نسبة المعيبة زي ما احنا شفنا والمطلوب بانتاج مية وحدة سليمة وكل واحدة عايزة عشر دقايق ويسأل نجيب كمية خامات قد ايه عشان ننتج المية وحدة سليمة دي سهلة ده بافتراض انه كل واحدة عايزة وحدة وحدة والمادة الخام زي ما احنا شرحنا وبعدين السؤال التاني طيب لو احنا مش هنفعز غير بعد المرحلة الرابعة يبقى نجيب مكان طاقة وقد ايه لكل مرحلة من المراحل طاقة يعني المكان تقدر تنتج كام زي ما احنا صرح طب لو هنفحص بعد كل مرحلة يبقى نجيب مكان اديه في المرحلة الاولانية ونجيب مكان قدرات اديه في المرحلة التانية والتالتة والربعة نشوف كده ادي كمية الخامات اللازمة لانتاج كمية سليمة اللي هي زي ما احنا قلنا مية متساويسين على واحد ناقص واحد واحد وهكذا فحتطلع اهو فحتطلع حتطلع بالشكل ده حتطلع كام مية وعشرين وحدة يبقى اذا المية وحدة دول المية وحدة السليمين ها هنجيب لهم مية وحدة مادة خام بافتراض انه كل وحدة من المنتج عايز وحدة واحدة من المادة الخام ده المطلوب الاولان المطلوب التاني يبقى اذا احنا احنا كل مرحلة هتنعمل حسابنا تشغل مية وعشرين وحدة كل مرحلة عاملين حسابنا تشغل مية وعشرين وحدة لانها مش هنفحى صغير بعد المرحلة مش هنفحى صغير بعد المرحلة الربع طيب بيقول كل وحدة منتج كل وحدة منتج عايز عشر دقايق على المكنة طيب يبقى مية وعشرين وحدة في عشر دقايق دمائع عشرين وحدة في اليوم مية وعشرين وحدة في عشر دقايق هيطلع الف ومئتين دقيقة على ستين هيدين ايه كمية الانتاج السليمة بعد المرحلة الربع هتبقى مية وعشرين يبقى ايزا وحنا مش هنفحى بعد المرحلة الرابعة يعني كل مرحلة هتنتج مية وعشرين وحدة خلص مية وعشرين ندوم للبعد وخلص مية وعشرين للربع وبعد الربع نفحص يبقى كل هيش 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 شغل مية وعشرين سليم مع معيب سليم مع معيب طب يبقى مية وعشرين في زمن الوحدة عشرة وحناسب على ستين عشان نحاول الساعة يبقى ايزا هنعمل حسابنا ان احنا المية دول هيخدوا عشرين ساعة في المرحلة الاولانية هيخدوا عشرين ساعة في المرحلة التانية هيخدوا عشرين ساعة او طاقة المرحلة ليه مية وعشرين واحدة لاني بناخدهم كلهم ما بنفرزش احنا غير في الاخر يبقى المرحلة الاولية خلقها طلعت سليمها هيروح للي بعديها المرحلة طلعتها هيروح للي بعديها فاذا انطاقت كل ماكن هتبقى مية وعشرين مية وعشرين والمية وعشرين في عشر على ستين يعني انطاق يعني دي هتاخد زمن انتاج عشرين 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 ها وهتبقى ستلاقي زمن الانتاج لكل 80 80 ساعة للمية وحدة في اليوم ما مجموعه مية صنعها كل ما كانت شغالها عشرين يعني تعالنشوف لthirds انات ؟ لاء المرحلة الاولية ماتبعتش لللي بعديها غير السليم ومرحلة الثانية ماتبعتش للثالثة غير السليم مرحلة التالتى ماتبعتش للربعة غير السليم يعني نفحص قد كونها تعالنشوف كده قالك في هذه الحالة اللي حيتبعد للبعديه هو السليم فقط وبالتالي هذه العملية وهذه نسبة المعيف اللي هم الدهالي وهذه الطاقة أو الوحدات اللي حنشغلها عليها وهذه الوحدات السليمة الناتجة هنا الطاقة تقدر تنتج كام حنشيل يعني المرحلة الأولية مش هتبعد للبعديه غير السليم بس فالمرحلة الأولية نسبة المعيف فيها هو بيقول واحد من مية واحد من مية يبقى الطاقة هيتشغل المية وعشرين كلهم ما احنا قلنا اللي حداخل المية وعشرين المية وعشرين هيطلع فيهم نسبة معيب واحد في المية وبالتالي يبقى إذن السليم تسعة واحد واحد من مية واحد من مية يبقى السليم تسعة وتسعين من مية فانا لو ضربت ال 120 في نسبة السليم نسبة السليم اللي هي بيتمم دي المعيب 1 في المية يبقى السليم 99 في المية فلما اضرب 120 في 99 من 100 99 من المية اللي هي مكملة لدي يبقى حيطلع ال 119 وحدة سليمة وطلع كام معيب وحدة وحدة معيبة ناخد السليم ده ونودي للمرحلة التانية ناخد السليمة وال 119 يبقى ما بعتناش ال 120 كلهم زي المرحلة اللي فياتت لا بعتنا 119 بس فالماكن التانية حتشغل 119 هيطلع منهم 4 في المية معيب هيطلع 4 في المية معيب يبقى اذا هتطلع كام معيب وكم سليم نضرب 119 في 96 في المية لانه 100 في المية ناصر باعة تطلع 96 في المية يبقى 190 119 في 96 في المية هيطلع ال 114 سليم 114 يبقى البائم مرح فين من 119 ال 114 ده معيب خلاص راح هنمركنه هنقرده ال 114 هنبقى من المرحلة التالتة المرحلة التالتة هتشتغل ال 114 هيطلع عندها نسبة معيب 7 في المية يعني السليم 93 في المية لو نضرب ال 114 في 93 في المية حيدينا السليم 106 طب وما للباقي اللي هو الثمانية راح فين دول معيب المية وستة هنوديهن المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة النسبة المعيب فيها 6 في المية يبقى لو ضربنا المية وستة دول إجمالي ضربناهم في السليم اللي هو المية ناقس ستة يطلع 94 في المية يبقى لو ضربنا المية السليمين هما اللي نريدهم تعالى نشوف احنا في المرة اللي فاتت ال120 دعشان كلهم متنالوا اللي بعدهم خدوا 20 ساعة قم هنا 120 ده في الحالة اللي فات بقى 120 ساعة دول 120 هنا 20 ساعة ده 120 ساعة تعالى نشوف المردي 119 المردي 119 مضروبة في 119 اللي آسف الكمية اللي شغلناها 120 يا صحيح طلع 119 لكن اللي شغلناها عليها 120 120 في 10 دقايب ونقسم على 60 هيطلع هياخدوا 20 ساعة المرة الثقرب ناخد 120 اللي طلعوا نشغلهم لا هنا مش هنشغل 120 هنشغل 119 السليم بس هنوبعث السليم فالمية وتسعتاشر هنضربها في عشرة عشان زمن انتاج الوحدة نقسم على ستين عشان نحولها لسهات يبقى مية وتسعتاشر في عشرة في العشرة ده اللي هو زمن انتاج الوحد على ستين الستين دي ستين دي عشان نحولها لسهات يبقى هياخدوا تسعتاشر وثمانية من عشرة سهات المرة اللي فاتت كان بياخدوا مية وعشرين لان شغلنا مية وعشرين المرة اللي فاتت كان بياخدوا عشرين لان شغلنا هنا مية وعشرين المرة دي حنشغل 114 114 في 10 على 60 حيطلع 19 قال لي تهي 106 106 في 10 على 60 حيطلع 17 و 7 من 10 ساعة لما نجي نجمع حيطلع المجموع 76 ونص ساعة في المرة اللي فاتت كانت 80 ساعة يعني وفرنا وفرنا 3 ساعات ونص في اليوم لو شغلين 30 يوم في 3 ساعات ونص 3 ساعات في 30 90 ونص في 30 15 وفرنا 105 ساعة في الشهر اضرب بقى في عدد الأشهر شوف بقى يطلع لك وفرت قد إيه فإذا في حالة الجودة عند المصدر بنجيب بنمنع الوقت البائع في التشغيل المعيب بنمنع استنفاذ الخامات في المعيب بناخد وقت أقل له زي ما انت شفته هناك كان 80 هنا 6 ساعة ونص فانا خلصت هنا بدري فنقدر نسلم بدري قبل المعاد وهكذا ده اللي هو التكاليف الفشل الداخلي اللي هو بيرجع زي ما احنا قلنا إلى خسائر المعيب وبيرجع إلى تكاليف الإصلاح وخسائر المعيب قلنا المواد الضائعة والتكاليف غير الظاهرة والمواد الضائعة والتكاليف غير الظاهرة وهناك تكلمنا عن تكاليف وعادين تكاليف الإصلاح تكاليف الفشل الخارجي لا المرة دي أنتجنا وخلاص وطلعت وحدات معيبة حنودي السلعة في السوق المستهلك راح يستخدم السلعة لا فيها عيوب فبتنشأ تكاليف الفشل الخارجي من فشل السلعة أو الخدمة عند المستهلك ويحدث ذلك بسبب مرور بعض الوحدات المعيبة من عملية الفحص وبتشمل تكاليف الفشل الخارجي الخسائر المترتبة على خفض حصة المنشاة في السوق وانخفاض الأرباح يعني إيه أطلع لو راحت حاجة معيبة للمستهلك لما تروح حاجة معيبة للمستهلك المستهلك حيروح ينشر هذا الكلام يعني وجد أنه حدوث إذا أديت الخدمة بطريقة غير جيدة وكانت يعني الناس ستبقى غير راضية ففي حالة عدم الرضا بيروح ينشر هذا الكلام للآخرين فبينشرها لعدد يصل إلى 114 واحد فعشان كده بيأثر على سمعة المنشاة بيأثر على سمعة المنشاة وبالتالي حيقل الناس اللي حيتعاملوا مع المنشاة وبالتالي حنخسر العملاء دي حاجة الحاجة الثانية تكاليف الضمان والحاجة الثالثة اللي هي تكاليف الطق إيه هي تكاليف الضمان تكاليف اكتشاف المستهلك لوعدات معيبة عند استخدامها عجل وغير راضي وانقل هذه الأخبار في السيال الآخرين في جمعيات حماية المستهلك بتنشر هذا الكلام على وسائل الإعلام وبالتالي زي ما احنا قلنا هنخسر السوق وعشان كده الجودة الضعيفة تخفض حصة المنشاة من السوق وتخفض الأربعة تكاليف الضمان إنه إحنا لما بننتج منتج بنبقى متعاهدين إن المنتج حيؤدي المهام المطلوبة منه بسلامة وسلاسة بدون آية عيوب طب لو حصل إنه فيه حاجة معيبة هو يجي يستبدلها ويغيرها ويصلحها وأن المنتج مسؤول عن استبدال أو إصلاح الأجزاء المعيبة أو إعادة أداء الخدمة من أجل رضا المستهل والضمان ده كتير من السلع صاحبها بيبقى فيه ضمان يمكن إحنا فاكري من كم سنة العربية تيوتا لما طلع فيها معيب في الصندوق الفرامل شركة تيوتا طلعت واعتذرت وسحبت العربيات من الناس وعادوا عملية تزبيط الفرامل دي فالمنتج بيبقى متعاهد بضمان السلعة بتاعته التكاليف الضمان دي تكاليف بنتحملها تكاليف بنتحملها أو يصحبها من السوق وعمل الإصلاح على حسابه فيه بقى تكاليف التقاضي تكاليف التقاضي إحنا قلنا العيب ممكن يبقى عيب تصميم أو عيب مما يودي إلى عدم مطابقة للموصف أو عدم مطابقة للموصفات لعيب في الخامة عيب في العام العيب في الآن أو لتنين ضعف تصميم وعيب من العيب اللي أنا ذكرتها دلوقتي فالمنتجات المعيبة جايز تعمل أذى للمستهلك استخدمها جرح قطعت له إيده قطعت له رجله مش عارف تسببت في وفاته لو ده حصل الشركة في كثير من الدول تسن كثير من الدول القوانين تحمل المنتج مسئولية عن الأخطاء ولو حصلت هذه الأخطاء الشركات المنتجة بتدفع تعودات عن الأضرار التي تصيب المدعي أو ورفته في حالة وفاته نتيجة الأخطاء حتى في حالة لو كان العيب مش عيب تصميم حتى في حالة عدم سبات أن المصنع أهمل في التصميم برضو بيتحمل هو يدفع تعودات وهي مش بس مسألة التعودات إنها مسألة القضايا والأتعاب القانونية والسمعة السيئة وده قد تكون مدمرة المنشئة بصفة عام دي اللي هي جوانب المرتبطة بتكاليف التقاضي بتكاليف التقاضي اللي هي جزء من تكاليف الفشر الخارجي اللي هي جزء من تكاليف الجودة الشملة ولذلك جزء من تكاليف الجودة ولذلك ولذلك بنحرص على أن نطلع منطق مطابق للمواصفات ونقل pewno ونقلل المعيب والنهاردة بالفعل كده يعني زي ما قلت وصلت اليابان إلى zero defect المعيب صفر ويطبقوا حاجة اسمها six sigma six sigma أنه نسبة المعيب نسبة المعيب ثلاثة في المليون ثلاثة في المليون شوف يعني يكاد المعيب يكاد المعيب أنه يتلاشى تماماً وده اللي بتحرص عليه كثير من المنشآت من خلال تطبيق الجودة الشاملة شكراً لكم ودعواتي بالنجاح والتوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم